مهمة جدا النهاردة من ضمن الأخبار المهمة تم الإعلان عن قائمة النهائية للمنتخب الوطني الأول واللي بيستعد المبراتي توجه في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكتورة الأفريقية 2021 بالكاميرون بإذن الله تعالى وكان فيه كلام كتير جدا عن القائمة وخصوصا كابتن حسام البدري يعني اختار عدد كبير جدا من الأسماء في البداية حوالي 34 اسم على ما تذكر وتم تصفياتهم وكان مفروض أن القائمة تطلع عمبارح أو أول وتأجلت وعملت تتأجل كل شوية لكن النهاردة أخيرا الجهاز الفني وكابتن حسام البدري يستقرر على القائمة اللي حتكون متواجدة في مبراتي توجه نحن عندنا المبرات القولة يوم 14 إن شاء الله في القاهرة والمبرات التانية يوم 17 بإذن الله في توجه فخلينا أقول لحضراتكم القائمة الخاصة منتخب مصر تتكوى من محمد الشناوي في حراسة المرمى هو محمد أبو جبل ومحمد بسام في خط الدفاع محمد هاني ومحمود علاء والونش وأحمد حجازي وعلي جبر وأيمان أشرف ومحمد حمدي وأحمد أبو الفتوح في نص الملعب أحمد توفيق وطارق حامد ومحمد النني وحمدي فتحي وعمر السلية وأحمد السيد زيزو رمضان صبحي ومحمد مجدي أفشا ومحمود حسن تريزيجي وعبد الله السعيد محمد صلاح وفي الهجوم مصطفى محمد وأحمد حسن كوكل بالمناسبة أحرز هدف منذ قليل مع فريقه أولمبياكس الدوري اليوناني وكمان معهم حسام حسن ومحمد شريف لاعب الأهلي العائد من الإعارة بكرة المعسكر يبتدي بالنسبة للمنتخب الوطني الأول ويستمر حتى انتهاء طبعا المبريتين يا رب نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله بإذن الله يجيبوا 6 نقاط عشان احنا موقفنا صعب اتعدلنا مع كينيا وجزر الكمر حتى الشكل كان واحد شوية لكن عندنا نسكة في الجهاز الفني بقاعدة كابتن عسام البدري وأيضا القايمة الموجودة من اللاعبين في المقابل طبعا كابتن شوقي غريب طبعا المدير الفني للمنتخب الأولمبي أعلن القايمة الخاصة باستعدادات ومبريات ودية بالنسبة للمنتخب مصر الأولمبي في إطار استعداد لأولمبياد توكيو بإذن الله تعالى وإحنا عندنا مطشين مطش الأولاني مع البرازيل يوم 17 أو ده مطش التاني مع البرازيل يوم 17 ومطش الأولاني يوم 14 أو يوم 12 تحديدا مع كوريا الجنوبية خلينا أقول لكم كمان قايمة المنتخب الأولمبي في حراس المرمى محمود جاد ومحمد صبحي وعمر صلاح ومصطفى شبير وكمان أحمد رمضان بكهم محمد عبد السلام محمود صابر محمود مرعي أحمد يسين حسن علي محمود البدري كريم العراقي كريم فؤاد شريف رضا غنان محمد أحمد سعيد عمار حمدي أحمد حمدي ناصر ماهر يوسف الجهري عبد الرحمن مجدي إمام عشور كريم الطيب عبد الرحمن ناشيكة أحمد ياسر ريان صلاح محسن ناصر منسي فادي فريد وبالمناسبة كمان حينضم لهم أكرم توفيق أكرم توفيق كان متواجد مع المنتخب الأول مع كابتو حسن بدري يتم استبعاده من قايمة النهائية فبالتالي تباعا حينتقل وينضم للمنتخب الأولمبي ويستعد معهم ينضم المعسكر السنائي أسامة جلال ومحمد أحمد أحمد أداء التدريبات العلاجية وعندهم بعض الإصابات هيتم الوقوف على حالتهم وحيكون فيه اختبار رابط تست بالنسبة لمنتخب الأولمبي قبل كل مباراة أتمنى لهم أيضا كل التوفيق كابتن شرق غريب وجهازه معاون وأيضا قايمة المنتخب في إطار استعداد لأولمبياد توكيو 2021 بس طبعا تأجيل بسبب كورونا دي أبرز وأهم الأخبار لسه بقى عندي أخبار كتير مهمة بتخص النادي الأهلي حنتكلم فيها بعد الفصل استغناء